السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 7 مايو 2022 والساعة العاشرة و 17 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي لكم مباشر عبر اليوتيوب أزفلوني إخواني نحن اليوم 7 مايو أتذكره الغربيون كليلة ليلة إعلان النصر في أوروبا على النازية والفاشية هذا رسميا ستعلن في الدول الغربية أنهم انتصروا قبل 77 سنة أنهم انتصروا على النازية والفاشية وبعدها بيوم الصوفيات يومها قرروا أنهم يحتفلوا بتسعة مايو أي بعد يومين من الآن سأحتفل الروس بالانتصار على النازية والفاشية قبل 77 عام هذا الاحتفال هذا العام يأتي في ظروف غير مسبوك يأتي في ظرف أين دولة نووية وثاني جيش في العالم يغزو دولة كانت جزء من الامبراطورية السوفيتية لقلبها كان الروس في الحقيقة الامبراطورية السوفيتية هي استعمار لكن كان استعمار بإخراج آخر مختلف على الاستعمار الغربي المعروف وهو أن الشيوعيين الذين استولوا على روسيا في 1917 راحوا لأنه كانت هناك منظمات شيوعية وحزبية وماركسية في البلدان المجاورة لهم أوروبيا وأسيويا جمعوهم قاع وأنشأوا في 1923 إذا ذكرتي جيدة أو 21 أنشأوا ما عرفوا فيما بعد بالاتحاد السوفيتي عمر 70 سنة ثم نهار في نهاية 91 نهار الاتحاد السوفيتي لكن هذه المرة هذه الاحتفالات تأتي في ظروف خاصة وخاصة جدا راح نشوفوا في الجزء ثاني طبعا هذه المرة أيضا تقسيم سيكون جزء أول عن أوضاع عامة في الجزائر ثم عن أحداث دولية خاصة ما يحدث في أوكرانيا والجزء الثالث سيكون عن هرم السلطة وعن ما يسمونه بلم الشمل في الحقيقة كذبة أخرى كبرى يريدون أن يستغفلوا بها من يستطيعون استغفاله لكن قبل حتى أن نبدأ بالموضوع الجزائري غدا نحن نتذكر ما جرى قبل 77 عام حينما أقدمت القوة الاستعمارية بقتل الجزائريين بعشرات الألف واستمر القتل من 8 ماي إلى نهاية جوان 45 صحيح في الغالب نحن رسميا الاحتفال ورسميا فهمونا أنها كانت 8 ماي ويحتفلوا بـ 8 ماي ومجازر 8 ماي بالضبط 45 أو أقل قليل أو أكثر قليل إلا أنه الأكيد أنه كان بعشرات الألف بعض المؤرخين الفرنسيين تكلمون عن 18 ألف في هذه وحتى لو كانت فقط 18 ألف فهي مجازر مرعبة ومجازر شملت مناطق خاصة خراطة، سطيف، قلمة، سكيكدة وما جاورهما من بلدات ومدن ولكن في الحقيقة أنه 45 شهدت أيضا ما سمي أنا ذاك بعام الشر يعني نهاية الحرب 44 أو 45 شهدت مجاعات هائلة في الجزائر ومات عشرات الآلاف من الجزائريين بما عرفه بعام الشر واللي استمر أكثر من عام في الحقيقة من نهاية منتصف 44 وخاصة 45 إن كانت فيه أشياء مرحلة لازلت أتذكر أني قرأت مقال حتى أنا ذاك وضعناه في الموقع الموقع اللي رأي العصابة غلقاته في الجزائر اللي اسمه محمدزيتوت.com أحد الأساتدين يقول لهم يا سادة دعوني عندما بدأوا في القتل المعمرين والبوليسية فرنسا والجيش دعوني أقدم لكم قائمة تلاميذ تلاميذ اللي كانوا لزراء اللي كانوا على أساس العرب يعني الجزائريين بمختلف تكوناتهم وتشكيلاتهم طبعا كانوا يسمونه لزراء في ذلك الوقت وكان حتى تضاف لها كلمات انتع شسبو الشتم وإلى آخره ولا لزندجان كانوا يسمونه لزندجان الأهالي طبعا أيضا بيشسبو شتم كبير فأحد الأساتدين قدم لهم قائمة انتع تلاميذ وقتل وهذا الأستاذ من قوسين أو 36 قوس ساهم في قتل تلاميذ كان المفروض أنه كان يعلم فيهم ويدرس فيهم من الجزائريين طبعا نحن عندنا المافيا اللي راح يحاكم البلاد تحتها في البيت 8 مايو 45 لكن كله احتفالات فارغة من المضمون ما فيش عمق في الاحتفالات فيه تهريج فيه سرك حتى في الزمن تاع السبعينات والثمانينات كانت ترجع وش كان الاحتفال الاحتفالات بدون معنى بدون مضمون حقيقة يعني بدون أبعاد حقيقية للمعركة مستواهم يعني كان لهذاك ما طات هذاك ما جاب ولأنهم يضعون في مناصب المسئولية فما عندهمش فكرة كيفاش يرسخوا يعني مرات ناس تشوف ممكن ناس راكم تشوفوا أحيانا ناس ترجع إلى قرون مضت جي دائري عليهم أفلام على أحداث صارت لبلد معين ناس يتحتفر بالتاريخ وتعرف تفهم التاريخ وتعرف كيفاش تبيع التاريخ أو على الأقل كيفاش توصلوا للناس نحنا احتفالات نروح جي بتاع القسمة لافيلان طلع الاعلام والناس تشوف فيهم بالعكس والتي الناس تتمل من هات الاحتفالات واللي ما عندوش عمق لحب الوطن يقول كرحنا من هات البلاد وكرحنا من لافيلان وكرحنا من الار اندي وكرحنا من الفعل اعلام وانتم ما ماكليين البلاد يا سراقي كما قال الشعب الحمد لله هنا العمق لما جال حراك رفعت شعارات الثورة ورفعت أسماء الشهداء الكبار رجالا ونساء علي لابوانت وحسبة بن بوعلي ومصطفى وحسبة بن بوعلي ومصطفى بن ويعني مصطفى بن بوعيد بطاعة الحال ورفعت ايضا صور في كل مكان حتى تاع لقتيل مقتلين لاثنين كلاهم اقتل واحد اقتل ايام الثورة عبر رمضان رحمه الله ولا اخر محمد طار شعباني اقتل ايام الاستقلال كلاهما اقتلوهم لانهم كانوا يحملون افكار عميقة وكلاهما قتلته افكاره لان الردة اللي كانت متواجدة اللي بدأت انا ذاك ثم تمات تركزت وترسخت مع الاستعمار هي اللي ذات قتلت محمد طار شعباني واخرين كثيرين جدا جدا في الحقيقة اذا هذه الاحتفالات ما عندهمش احتفالات فارغة من المضمون فارغة ويروح لك للنصب ما يسمى مقام الشهيد اللي يقلبوه بأشياء اخرى تماما واصبح عبث رهيب ويحط لك فيها ورد وما نش عارفش عليك النار واحد يعني احتفالات على الطريقة السوفيتية مش حاجات نابعة من الطريقة التعنى طريقة الجزائرية طريقة الجزائرية عندها ارث عميق الاف سنين سواء بتقاليدنا الامازيغية او بتقاليدنا العربية الاسلامية اعماق يعني كين تقاليد للاحتفال لا لا وما يحتفلوا على الطريقة السوفيتية ووضع مش عارفوكي والجندي المجهول وكراحة الكلام ولكن الناس ما تمشيش معاهم لانه هذو منقطعين الشعب هذا في الايام اللي كانوا مازال مازال يعني كان الشعب مازال يشوفوا نظام فاسد استبداد الان الشعب يشوفوا مافيا عسكرية ومخابرات رهبية ليس اكثر وعلى ذكر هذا الموضوع شفت احد الافاضة اليوم بعثين لل الفيديو تاعه مؤلم فيديو مؤلم بالفعل وهو يتكلم فيه بمرارة أخونا يتكلم بالقبيلية رح تفهموه يعني يا كل حال لكن ربما لخص بعدين فيه وش ما وش ما وش قال على خطر دايش ندي تتورير لباشا عن الاستعمار الفرنسي السيئ نكنيسي تزايري المسؤولين نوهينو التاريخ نوهينو التاريخ اينا رجزر ما السيئ ايو سيطريق راف دايقلاك شعبك الاخرى ذاي فرنسا هذا شو تخدم تويدي تزايري الغرذا استياري ثني وكسار عزان استياري تزايري نوكسار اميقلاسي فايقارند واذا كنكش هذا الموموني قارند بلكي قلداز جاغ الوديقاريول اكسو فوق اكسو اكتفاوية يقلداز جاغ فينجور باش يسفن ومن السيئ شعبك الاخرى عجب ربي ويتقارند لإحياء مجازير ثمانيامي عزاند قلد دلاتي شار شاف 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 متألم اخونا ولا وهو الحق لنتألم قال لك شوف اعتقد انكم فهمتو يعني اصلا مفهومة اللغة وفيها كلمات ايضا بالعربية ومفهومة قال لك شوف هذي ولايات بجاية هذو المسؤولين تحولوا هذي شعبة الاخرى وين كانت شعبة الاخرى هي وطاعة الحالقة وش كانت على سماو شعبة الاخرى لان لان فرنسا كان تأخذهم في الزيليكوبتر وترمي الناس على بعد خمسمائة مترة ألف مترة ترميهم في هذا الشعبة على اخر ومرات كان يجيبوهم للمكان ويدفعوهم يرموهم تحت في اليراضع كما يقولون فهو متألم اخونا الشاب هذا وقال لك قال لك هذه المفروض ان هذا مكان مقدس فيه دماء الشهداء المفروض انها رهو متحف المفروض رهو مكان محمي يدرس فيه التاريخ مفروض كان رهو أفلام ومفروض رهو كين وثائق وكين كتابات على وسر مش سهل فرنسا كانت تأتي وتلقي بالجزائريين نساء ورجان وحين أطفالا من السماء في هذا الموقع سواء بالحوامات لزيليكوبتير والله حتى يجيبوهم ثم ويرموهم وهم أحياء وش يرمى الآن يرمى عزكم الله سبالة في هذا المكان وإذلك اخونا هذا لدى الفيديو متألم جدا هذا شيء يجب أن نفضح هذه العصابات كل تصرفاتها هي ضد الوطن هي ضد الثورة الحقيقية هي ضد قيم هذا الشعب ومبادئه كل شيء ضده هذا المافيا العسكرية بدل أن يكون هذا المكان حكاين دول ماتولها بضعة آلاف حرب الاستقلال أو حتى عشرة الآلاف عندهم مئات سنين وميت كلموا لها أو عشرة سنين وملايين من الجزائريين ماتوا ملايين في 130 سنة ملايين ماتوا مش مئات مش آلاف مش عشرة الآلاف مش مئات الآلاف لكن في الحقيقة الثورة الجزائرية استولت عليها الثورة المضادة في 62 والثورة المضادة تحولت إلى ميليشيات في 92 وعن طريق تحولها الميليشيوي العقلي سيطروا بالجيش على نظام الحكم منظام الحكم على الدولة وبالدولة ذبحوا الشعب بغض النظر عن التبريرات والتفسيرات وهذاك موضوع آخر في النهاية تبقونهم أعترف في قطر قبل السابع قال 250 ألف قتيل حتى أكثر من 200 ألف قتيل اللي كانوا يتكلموا لها فهذا ارتبطوا مع بعضهم البعض وفي إطار دايما الحديث على الوضع في البلاد جايبين مزل مشاكلهم مشاكلة خلاص شفتوا هذا البرلمان ما البرلمان اللي هم أعترفوا في النهاية أنهم فازوا أو أن النتيجة اللي اعتمدت هي 5.20% أي 94% من الأصوات إما ما انتخبوش الناس وكانوا حوالي 80% واللي انتخبو انتخبو بورقة بيضة وورقة ما كتبوا فيها أي شيء وورقة ما تصلحش إلى آخره في النهاية اعتمدوا 5.20% برلمان مشكل كما يسمون المزل الشعبي الوطني من 5.20% في جمهوريات الموز اللي يسمونه جمهوريات الموز لأنه مساكين جمهوريات صغيرة ولأن الناتج الرئيسي التاهم هو الموز ومعروفين عندهم دايما الانقلابات ودايما المشاكل ودايما لأن تدخل الاستعماري هناك أيضا تدخل القوى الكبرى فهو جزر في الغالب جمهوريات صغيرة أو في الغالب جزر فيسمون جمهوريات الموز نتيجة للعبث في هرم السلطة نحن نحن أبشع من الآن يتكلموا 19 واحد من هذا لدي بيتي ولسيناتر 19 واحد 12 دي بيتي و 7 سيناتر هذا عندهم تعارض تماما مع ما ينص عليه القانون باش تكون دي بيتي ولا سيناتر بما فيهم اللي حاملين بما فيهم واحد كان يشتغل ونتكلمنا عليه بلك فيه قبل أيام كان يشتغل كعسكري في في اللفيف الأجنبي العليجيون ترانجير تعال فرنسا فرنسا دائرة هذه العليجيون ترانجير تجمع فيها الأجانب وتعطيهم شوية مبالغ هكذا وتبدي بهم يرحوا يقتلوه باش يستمر الاستعمار الفرنسي وهيمند فرنسا على الدول خاصة في افريقيا حيث ما زال عندها دور لكن مش هذا فقط في الحقيقة كائن آخرين وكائن آخرين قال تكشفوها فيما بعد والمخابرات الإرهابية تتبع في الحراكيين تتطهد في الحراكيين تجري وراء الحراكيين المفروض المخابرات الإرهابية التي ترى الملفات كيف فاتت هذه الملفات كيف قال لأنه لم يدلوا مشكرة لأنه قال تفضل الكابتان والكوماندون والكولوني المشرف على الموضوع يقول نجيب لك سيارة آخر طيرها مثل 15-20 أور وتفضل وخليه يفوت رأى فات للبرلمان لكي يستثمر لكي يضع باسبور أحمر وتدع عنده الحماية يزيد ينهب ويصرف هؤلاء يصرف كين منهم يصرف ملايير سنتيمات باش يوصل للمنصب برلماني يعني يوصل للمنصب برلماني بعدين ينهب بالقانون وبالحماية تولي عنده الحماية البرلماني وهو يسرق وهو ينهب ينهب العقارات والأراضي والشركات وينهب أي شيء ويخرج الأموال للخارج هم عارفين هالشيء ومخليينها كعبث عبث حقيقي في البلاد فمشكلتهم ما زالت مستمرة وقال كان الموضوع سيتعاو يشد أيضا ستين آخرين مما يتعارض وجودهم مع موضوع مع موضوع ما يسمى بلاديبيتاسيون أو نيابة إلى آخره في الاستمرار هذا دائما كنا شفنا تلعبوا بالجزائريين منذ هزيمة الفريق أمام نظيره الكاميروني واللي بالتأكيد كان التحكيم فيه سيء وسيء جدا وكانت هناك أخطاء إلى آخره لكن منذ ذلك التاريخ وهم يتلاعبون بالجزائريين بالعكس كين جزائريين ربما رحوا أحدهم أمام مقر الفيفا وكين جزائريين هم شروا الهوليبي هم بعثوهم العصابة هذه هي بعثتهم باش يديروا زعم الهول وزعم رحوا نديروا مظاهرات عند الفيفا نضغطوا عليهم يقلبوا الماتش يعني طفل صغير ما يصدقهاش وقلتها قبل أيام بعض الناس قالوا لي هذا فوتبول ما تدخلش فيه كيف هاش ما تدخلش فيه علاش ولا ما هو الفوتبول يعني الفوتبول ذكرهم هم ديرا وبطريقة تعين دروك هذه رهالي ما هو لش فوتبول بمعنى الفوتبول مع ذلك كنا نتمناو كنا نتمناو قلتها هنا أيضا نتمناو لو أن الفيفا تراجع نفسها أو تلغي الفوز الكاميروني وتخلي الفريق الجزاري يروح مباشرة لكنا عارفهم لهذا لن يتم لن يتم كون يحدث صار لهم فوضى كبيرة وكان المفروض بدل ما يديروا الهول هذاك إلى آخره ويبعثوا ناس وشباب مش عارفين وانا نتفهمهم يعني نتفهمهم ونتفهم أنه بالنسبة إليهم هذا الشي كانوا معلقين عليه أمل كبيرة وأنه بالنسبة لهم يشوفوا العالم الجزائري وشوفوا هذا وش بقالهم قالوا شوية فوتبور لكن لا كانت اللعبة فيه رفعوا ورفعوا من من الأوهام ورح يتعاود المات وجابوا الناس يتكلموا ومن يشعر في لآخره هاي البارح خرجت الفيفا بعثت قرار لفاف للفيدرالية الجزائرية طبعا القرار يكون جاءوا في الوقت حطوه هما يكون جاءوا في النهار حطوه في منتصف الليل ما حطوش القرار كاملا ترجموه ممكن لفاف كتبت لهم بالمرجح أنا كتبت لهم بالانجليزية خدشي ترجمة للجتاب الفرنسية ترجمة عيانة وحطوه في صفحة الفيسبوك ما حطوهش كاملا حطوه جزء منه فقط باش يزيدوا يخلوا وخرجوا وحد آخرين من اللي يتلعبوا بيعوا قول الناس قال لك نانو هذا القرار مش كا مش نهائي ما زال ما زال تكذبوا على الناس ما زال تبيعوا الأوهام هؤل الناس ينقلبوا عليكم كي تبدأ تبيع الوهم 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 في لحظة معينة يقول لك يحبس وشنه هذا هؤل القرار خرج ما زال يقول لهم لا لا هذا بعض القرار هذا والقرار إيجابي قرار واضح قرار واضح والفيفا واضحة قالت نو رجلتون هذا أنا قرار في بالفرنسية نو رجلتون كمالقيتش الواثقة بالإنجليزية ما يمكن ما حطوها في موقع الفيفا كنت حاب نشوف الواثقة بالإنجليزية كما قرجت ونحدث كمالي لكن نو رجلت ملخص جايب وموقع يقول لك نو رجلتون كسلون votre апرشيات votre апرشيات les décisions يقول لهم نأسف أن حسب أنتم حسب تقديركم أنتم رجلتون بأن قرارات الحكام أثرت سلبيا على المعش بمعنى ما رجلتون تقولوا كلام فارغ هذه طريقة طبعا لأنهم مؤدبين يكتبوا كلام مؤدب لكن يقول لهم كلام فارغ لكن تكذبوا على شعبكم وفي النهاية حتى لو كرق من وجهة نظركم أن طريقة كانت سيئة أنت المحامين وهي بالفعل كانت سيئة فقال لهم هذا وجهة نظركم أنتم تقديركم أنتم أكثر من ذلك في النقطة الثانية يقولون لهم اللعقه 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 سيئة SCHOOL في النهاية لا يحصل للعقه اللعقه لأن نظركم أنتم nite لهم نظرنا تموم من نظركم أن نظر أن يقر أن تتعاتي التحد或 فىقد انني إخافت كبيرا دعائم بشأنه من حين انتظارين اشكرا محاولين عبر استخدار صعبات لحظة البرائجات البر��ينة والمحاولين على الرغم لن تتحدث عن تتحدث عن الأمر فا الراهن الذين عاموا العمل اقوموا بعملهم طلعا نحن نحن نحذينا نحذينا بشأن ما قلتونا عن المدار wand لكن عندما رأى الفيديو وشفنا كل شيء القيناهم باللي داروا عملهم حسب قواعد أو قوانين اللعبة وحسب البروتوكول المعني بهذه القضية المؤلم هنا كما قلت أن ما زال بعض يوهم الناس باللي لا لا ممكن قرار نهائي للأسف والقرار كان معروف منذ اليوم الأول بعد ما سرعت كان واضح شوف لو كان ما سرعتش القرار لو كان الفيفا كانت شايفة باللي فيه إمكانية الإعادة لأن المصريين أيضا اعترضوا على الماتش تاه مع السينيقال لو كان شافوا باللي فيه إمكانية للإعادة والعودة واللي يعود يبدل الماتش واللي كان أخروا القرار كانت واضحة لكن قاعدوا يبيعوا في الأوهام كي الناس يحب يشري الأوهام كي الناس ما يحبش يسمع الحقيقة لأنها تصدموا يحب يشري الوهم ويستمر الوهم ولذلك هم يبيعوا الأوهام للناس يبيعوا الأوهام هذا يذكرني في قضية معتوه بيرمينغام هذا اللي كان في 2019 حتى قبل 2019 يبيع في الأوهام للشباب الصغير اللي يحب الجيش الجزائري يكون جيش وطني مخلص ما فيش نفوذ الفرنسي ما فيش هم كان يتكلموا النفوذ الفرنسي في الحقيقة الفرنسي والروسي وغيره فكان يقول لهم القايد صالح قام بعمل التطهير هائلة في الأول كان يسيبوا القايد صالح ويقولوا القايد صالح رأوا غير واجي والتطهير هم يقوموا به ضباط ما يحبوش يبانوا باش فرنسا ما تضربهمش والموالين تع فرنسا في الجزائري ما يضربوهمش وبوتفليقة ما ينحيهمش ولقايد صالح رأوا جي هم عارفين ومفسد وفاسد وقالوا لي نهذ الكلام بعضهم يعني وقلنا لهم راكم تكذبوا للناس وراكم تبيعوا في الأوهام راكم تبيعوا في الأوهام ما كاش تطهير داخل الجيش الجزائري كاين جنرالات يريدون أن يستمر حكم في أيديهم غنيمة الجيش غنيمة وعن طريق الجيش يستولوا على الجزائر غنيمة بتندقاء وهم اللي يخوفهم هو شعب اللي خرج وطالب بدولة مدنية مش عسكرية لكن هما قاعدوا يبيعوا في الأوهام 2019 كله هما يبيعوا في الأوهام وخرجوا وبدوا يتكلموا على الطيار الباديسي النوفمبري حتى خرجوا مسؤولين داخل النظام قالوا مكاش هذي الباديسية واش مباديسية هذي عالنا وبعدين دار المهمة انتهى وقايد صالح وضربوه بحقنا وانتهى العمر مات بعدها بـ 11 يوم بعد ما دار المهمة وهي نوجاب الرئيس تبون كما يسموه هما وراهم اللي كانوا يبيعوا في الأوهام طول عام 2019 وحتى لما جاتبون قال لك تبون سيمضي في الخلطة اللي يرسمها قايد صالح وسترون وا 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 واش ينقرعها انقلاب هائل إلى درجة أن كبار الجنرالات اللي كانوا معا قايد صالح كلهم في السجن وبعضهم في القبر بما في منصيبه بيع للأوهام وكان يخرج معتوه بيرمينغام ويهاجبني طول الوقت ومن يستمع لي هو ره يكذب عليكم وره الحقائق أين هي الحقيقة وره معتوه بيرمينغام اختفى اختفى سواء كان مقتنع ام قناعة لأنه أحمق وتلاعب به وهو تلاعب بالآخرين أو كان يتمثل في دور وانتهى الدور وانتهى في كلا الأحالتين كارثة على ربما عشرات الألاف تعالى الشباب إلى آخره اللي كانوا يبيعونهم الأوهام أنا لست من الذين يبيعون الأوهام من فضل نقول لناس الحقائق وحتى لما يخرجوا سفهاء أو ناس مش فاهمين أو يهاجموني ويسبوني ما كاش مشكل ما كاش مشكل قبل أكثر من عشرين سنة تبرعت بعرضي لله سبحانه وتعالى منذ سبعة وعشرين سنة والعصابات على مختلف رتبها ودرجاتها وتبدلاتها وهي تهاجمنا وتسبنا وتبعث من يسب ويهاجم ويقذف والله ما زدنا إلا ثبات وإصرار وكلما أخرجوا سفيها أو سفيها تهاجمنا والله ما يزدنا إلا ثبات وإصرار وقوة وشاراصة في المواجهة لاغي لما نعود وره معتوه بيرمينغام أوجو والأخر هذاك ما يسموها صاحب أين هو جوزيف لا شيء ظلوا يبيعوا في الأوهام معهم وحدة أخرين مرت من الخلف وره الباديسية وره النوفمبرية وره مجينات كانوا مع القيد الصالح هو أبو عزة وسيني ولا جندي جندي وره قايدي أخوه القايدي أخوه القايدي أخوه أبو عزة أخوه القايدي مطرود وعجب على عبل عذبه عذاب شديد ولكموش المريكان كره مازال في السجن فهم حاطينه في قامة جبرية والفضل للأمريكيين الفرنسيين اللي قالوا وهم تطلقوه هذا انتعنا وبالك حتى يدي منصة فيما هو قادم أين بيع الأوهام هذا نفس بعد ما تعرفكم بله تبيعوا في الأوهام وتكذبوا عليهم ينقلبوا عليكم منقلاب شديد ممكن في النهار ولا نهارين ولا حتى شهر ولا حتى عام جيبوا ناس ويسبوا لآخرين يسبوا الأحرار ويسبوا لكن بعض الناس لما يعرفوا بل أنتم اللي كنتوا تكذبوا وفي الموضوع انتع تطهير الجيش عرفوها الناس وانتهت لكن حتى في الفوتبول هذا الناس اللي كذبوا الجزائريين وعطاوهم أوهام بين الماتش رح يتعاود أنا على يقين أن الأغلبية من الجزائريين رح تلعنهم طول الوقت طبعا سيكلفونهم بمهام أخرى وخياء خاصة تهجمات علينا لكن الناس ستلعنهم طول الوقت وما زالوا يستمرون واللافاف باش تعرفوا الخبث ما خرجوش مباشرة مش عارف إلى في الساعتين هذي كش ما خرج ولا أولو لكن ما خرجوش مباشرة وهم عندهم قنوات وجرايد يقولوا واسمة رأي خلاص الماتش خلاص مش رح يتعاود ولا هاي اللافاف ردت علينا آل فيفا ردت علينا ما عندهم مش لأن داروا من موضوع الفوتبول ومن موضوع تأهلوا قطر ولكوب ديمون داروها رفعوا بيها المعنويات والأوهام إلى أقصى الحدود فهمش قادرين يواجهوا الشعب شعب الفوتبول خاصة مش قادرين يواجهوه فمن زارها هم يزيدوا يطولوا للأسف لا الفيفا قالتها بصريح العبارة هل كنا نتمنى وأن الفريق يروح لقطر بطبيعة الحال أنا شخصيا كنت أتمنى يروح لقطر أو نقول لكم كان يعتاريني أمرين اثنين من جهة نتمنى لأنني عارف أن هذا يرفع شوية معنويات للناس وحتى في قطر فلاكوب ديمون سترفع شعارات الحراكة خلوهم جزين يرفعوها الآن في الملاعب وين كين العصابة وبوليسة فكان هذا شي جميل من جهة أخرى كان يعتاريني أنه النظام ما زال يتلاعب وممكن يزيد يمدد في التلاعب وفي الفوتبول فكان عندي شعور متناقب لكن في النهاية لو كانت أهله كانت أيضا ستوجه ضربا لعصابة والعالم أجمع كان يسا يسمع شعارات الحراكة وكان بعض خاوتكم كانوا محضرين نفسهم بش يرفعوا شعارات الحراكة وأنا على يقين حتى الآن بدون تأهل كان أحرار رايحين ويرفعوا شعارات الحراكة ويسمح العالم أجمع لكن أن تستمروا وما زلتوا في بيع الأوهام راهوا راهوا اللي يتابعكم من بعد أو اللي خدعتهم راهوا من بعد قد ينتقمون منكم شر انتقام شكرا للمشاهدة كنقونا في موريال كالعادة شعارات المساعدة إن شاء الله يكون أرصلي النعم أو موجود حي الله أحرار موريال وكاندة عموما ترجمة نانسي قنقر والعفو الشامل ما تكلخونها ما تكلخونها أنا الشيد جديد العفو الشامل ما تكلخوناش ما تكلخوناش أعطيكم الصحة يا أهل موريال وأهل كندا عموما جالية رائعة وتحاول لرغم كل محاولة تقسيمها وضربها ببعضها البعض ويدخل الوساوس ويدخل الشكوك ويدخل الكاكذيب والخداع والخبثاء إلا أنها ما زالت صامدة وستصمد إن شاء الله ستصمد وسيعود أيضا عاصمة أخرى ومدن أخرى لأن أخواننا في كثير من من الأماكن ما زالوا يشوفوا في وجود الجزائرين في الخارج مهم جدا واليوم للأسف أيضا في إطار الحراك نتمنى أيضا على المساعد يبعث لي الصورة أخونا أخونا إيدير يوسفي رحت زرته في المستشفى أخونا إيدير يوسفي أحد ناشطين جدا في حراك لندن يرقد اليوم في مستشفى هنا في لندن و ربما ربما تكون أيام الأخيرة العمار بيدي الله لكن رحت له كان في وضع كان في عالم آخر وفقد كثير من وزنه ما زال وجهه هكذا مستبشر ولكن كان في مكانش فاطن وقد أصيب بسرطان وهو في الدرجة الرابعة ستيج فور وفي الغالب لما الإنسان يصل إلى هذا الدرجة الرابعة في الغالب تكون الأيام أو الأسابيع معدودة تقريبا مثل ما حدث مع أخي أطل رحمه الله قبل حوالي سنة بعد مباشرة بعد عيد الفطر أدخلوه ومات في اليوم الثاني لعيد الأضحى رحمه الله كل من مات مظلوما في الجزائر فأخونا يدير دعاكم له ومش رح نمد المكان المستشفى لأنني مستدنش أهله ولكن كنت نتمنى أني ممكن كانت تكون موجودة بنته هناك لكن في الوقت رح تنام ما كانش موجودة لكن شفت كيفاش كان مليء بالحيوية مليء بالأمل مليء بكل شيء يحلم بدولة مدنية يحلم بدولة الحق والقانون وحتى لما صرت خلافات هنا ظل يحاول قدر الإمكان أن يجد حلول إلى آخره وكان بالفعل واحد من المنظمين المتحمسين والحريصين جدا لكنه اليوم يرقد في هذا المستشفى فدعاكم الصالح لأخونا إدير سنشوف لو عندي صورة مباشرتين لو عندي صورة هنا هاو أخونا في المستشفى لكن هذه كان مازال فاطم فيها كان قبل يومين أو ثلاثة كنت أتمنى إلا تبعث لي صورة المساعدة أني بعث لي صورة أو فيديو موجود هو في الحراك لأن هنا حتى فقد شعره وضعف ضعف كثير جلست حوالي عشر دقائق أو أربع ساعة كنت أدعو له طول هذا الوقت قاتل الممرضة تريد له رعاية هائلة قاتل الممرضة ره يسمع فيك وبالفعل كان مرة مرة يحرك يدو كان إشارة أنه توافق فيما كنت أقول لكن لم يكن يستطيع الحديث لما غدرت المكان قلت سبحان الله قبل حوالي أقل من سنة ممكن كان جزارني مع بعض إخواننا وأجلسنا وتكلمنا إلى آخره وكان كان عنده هذا كل شعور باش يعاود يجمع حرك لندن يعاود يخرج ويعاود في هذه اللحظات كيفاش إنسان في النهاية هذا احنا كنا زوار يعني نحن كنا مسافرين وكوة لكل أجل إن كتاب أفا إن مت آفا هم الخالدون هذه قيلت لرسى صلى الله عليه وسلم أفا إن مت أفا هم الخالدون وإنك ميت وإنهم ميتون في آية أخرى وفي آية أخرى ولكل أجل إن كتاب احنا كلنا مسافرين فقط كل واحد حال الصفر تعودون لكن كلنا سننزل يعني سننزل وسندخل تحت التراب كنت نساءل وقول هذو اللي رأهم يظلمون الناس هذو الحكام والجنرالات والوزراء والرؤساء والملوك ومن يظلم الناس كيفما كان ومرات حتى ما يكونش حتى بهذا الرتب أقل من يسب ويشتم ويمس الأعراب بتاع الناس ويضرب بأي ما يحلل ما يحرم مش لي ينتقد بحق مش لي عارض حتى لو كان مخطئ مش هذي لا تكلموا على الناس اللي تقول أي شي يسبوا بدون حدود يكذبوا بدون حدود يلعنوا بدون حدود كونجات عندهم سلاح يقتلوا بدون حدود وفعلوها في تسعينات ويرايحين ويرايحين وبالتأكيد كل واحد يشوف وشفنا خاصة في هذه مع الكورونا شفنا قارب لنا وهم نفقدهم وأصدقاء لنا وحباء لنا ونحن نفقدهم الناس ما عندهاش ضمير تراجع فيها روحة تبون 77 سنة ومليء بالأمراض شنقرح 77 سنة ومليء بالأمراض ما عندكمش ضمير يحرككم خلينا نقولكم الخوف من الله وكذا بلنش عارف حتى فيكم من يؤمن ومن لا يؤمن خلينا نقولكم بركة ضمير بتاعكم ضمير بشري إنساني ما عندكمش ضمير تعتقلون وتعذبون وتسجنون وكاي اللي قتلتوهم ما عندكمش ضمير وذباب هذا الجماعة ذبابهم وأذنابهم وأتباحهم وليهم تلعبون ما عندكمش ضمير تراجعوا في نفسكم في لحظة معينة الموت في الحقيقة هو إعلان صارخ لحقيقة مطلقة وهي أننا من ولد مات كل من يولد سيموت ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء فاني لكن الناس كين مرات يتصرفوا كأنهم خالدون لذلك كان تقريع الإلهي أفا إن ميت أفاهم الخالدون رحين تخلدونتم رحين تخلدوا يا من تظلمون الناس يا من تنهبون الناس يا من تكذبون على الناس رحين تخلدوه ما تكونش ضمائر واش تقول الناس بعدكم تاريخكم ومن يؤمن منكم بالله كيفاش يواجهه كيفاش يقابله وهو الظالم والله عز وجل يقول يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم ظلمات ظلمات باعتمات عنه الكلمة والموت المفروض عبرة وهي سرخة لمن ألقى السمع وهو بصير يشوف الحقائق ما زالوا يظلمون في الناس ما زالوا يسجنون هاهو هنا في صورة أحد الصور مع أخونا إدي ريوسفي ربي يختمل بالبقيات الصالحات ويختمنا بالبقيات الصالحات نرجو له ولنا ولكل من يستمع لنا حسن الخاتمة حسن الخاتمة هو الأصل في الأشياء كل الباقي لا تنسوا أن الشيطان في البداية كان مؤمنا لا تنسوا ذلك حتى الشيطان كان في البداية مؤمنا قبل أن ينقلب مرات يقول لي بعض الناس يقول لي فلان قلب فلان قلب والشيطان كان مؤمنا وانقلب ولذلك أهم شيء هو الإنسان يبقى يحرص روحه ويعمر قلبه بأعمال الخير وبيفعل الخير وبيقول الخير وأيضا يصمد أمام المافيا لأن هذا من أعظم أعمال الخير هي مقاومة الظلم والظالمين ولك في نفس الوقت يتواضع لا مش عارفين عمالة الانقلاب كيفش تحدث والمؤمن يا أفضل دعاءه هو اللهم اجعل خير وعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير وعمالنا خواتم وخير وأيامنا يوم ونلقاك هذا والصح في النهاية أما الدنيا هذه ففانية وبكل المقاييس غلي والفقير الحارس والوزير الظالم والمظلوم الناهب والمنهوب كلنا يوما ما سندخل تحت التراب طبعاً المحظوظين يتكفن ويدخلوا تحت التراب حتى لي لم يلقوش قبر لسبب أو لآخر في إطار ظلمهم المستمر في إطار ظلمهم المستمر كان واحد المغني تعراب يقولوا بأنهم كان عندهم ليه وكان عندهم مقبول وكان يدوه الأماكن إلى آخره لكن خرج لهم خرجا خرج لهم خرجا سعرف لا أرسلوا لي المساعد هنا عاملهم يرسله يليت على المساعد أني بعتلي مغني الراب هذا اللي تقلوه وراه وقلوا أنه راح مسجون لأنني سمعت الكلام وفيه عنده جزء من الكلام متاع وكان جيد يعني يبعثوا لي باش باش يشوفوه آه هاو هنا هاو هنا راحوا من الدقيقة اللي تتعلي باش منطولوش كتير لاندنا منطولوش نرا باش النظام في المعيش يخلي إرح يحوين مسا فركت راح بالك تمويل نشري سلا كامل عيص طفولتنا في العشرية صهرنا كامل ضع شكو فيكم لي حسبيا عيشتونا في الكلاب هي حسبية اللي بكوية بجي بلقي راح وقال بلد وطانية عالم الشعب دافع الشعب ولي نحكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحطك تحت الاقامة الجبرية نخوفك بالملفات وهكذا وهكذا في دولة العصابات دولة المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية الآن نروحوا للملف الخارجي ورحين بعد نرجعوا لملف ما يسمونه بلم الشمل وما يجري في هارم السلطة ولو بشكل سريع في الوضع الخارجي طبعا موضوع أوكرانيا يتعمق ويتعقد والأمور ماشية بشكل بشكل أن فيهم خاطر اليوم توماس فريدمن وهو أحد كبار كتاب نيويورك تايمز ويعتبر من أكبر وأشهر صحفيين في الولايات المتحدة يقول بأن الأمور تزداد تعقيدا وأن الأوضاع قد تسوء وتسوء أكثر مما يتصور الناس فلو شفنا اليوم نجد أن مثلا وزارة الدفاع الروسية تتحدث على أنها دمرت كميات ضخمة من المعدات الأمريكية والأوروبية في قليم خاركيف والجيش الأوكراني يقول أنه صد ثمان هجمات للروس كما تقول الأوكرانيا من أنها قتلت عدد من الجنود الروس ومناصرهم في منطقة لوغازك وأضافوا بأنهم أيضا الجيش الأوكراني يقول أنهم دمروا سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان الأوكرانية في البحر الأسود حيث وصف أداء القوة الأوكرانية بالبطول محتفلين جدا أيضا الأوكرانيين بتدمير هذه السفينة سفينة إنزال وقالوا بأن السفينة هذه هي زورق إنزال من طراز سيرنا ومنظمة ساروخية دفاعية في الجزيرة الروس أيضا متحدثين وبقوة على تدميرهم لمقرات وأماكن الأسلحة الغربية أكثر من ذلك الروس جايبين في برامجهم لو أطلقنا أسلحة نووية كم تصل إلى بريطانيا جايبين هما في واحدة منهم يقولوا أن هذه الجزيرة المعزولة ستصلها سواريخنا النووية في مئتين واثنين ثانية يعني في ثلاث دقائق أقل من ثلاث دقائق ونص وقالوا هذه الجزيرة صغيرة ساروخ واحد سيغرقها في البحر وأنا نسمع في الخبر ضحكت قلت المصيبة عن الروس أن بريطانيا هذه الجزيرة الصغيرة الأوليغارك الروس تقريبا أهم المباني وأغلاها في بريطانيا خاصة في لندن ولكن أيضا خارج لندن اشراوها هم الأوليغارك الروس سواء اللي قراب من بوتين ولا مش قراب لنهبين المال الروسي مال الشعب الروسي بالمناسبة عشرات الملايين أيضا في روسيا يعيشون في حالات سيئة وفقيرة طيب هاي جزيرة صغيرة هل أهل بريطانيا يروحوا يشراو في روسيا وفي موسكو أم أن أهل روسيا اللي هي الدير مساحة هي أكثر من بريطانيا وأكثر منها بستين مرة ساحة روسيا ببريطانيا ستين مرة لكن في النهاية الروس هم اللي يشراو في بريطانيا بأموال الشعب الروسي المنهوبة مثل الأموال الخليجية الإماراتية والسعودية والكويتية وزيد القائمة الطويلة اللي يشراو بها أيضا في بريطانيا بريطانيا هنا كين شوقق تاعة 30 مليون 40 مليون جنيه لا تستغربون وكين قصور تاعة أكثر من 70 مليون 80 مليون جنيه مبالغ ضخمة جدا جدا فضحكت لكن مع ذلك خرج التلفزينات الروسية من أن بريس تحتاج 200 ثانية وألمانيا نظن منشعار 160 ثانية وبريطانيا 202 يعني يتكلموا على الموضوع النووي لكن النووي مش لعب يعني النووي باختصار بسيط إذا بدأته دولة معناها العالم ينتهي بشكل كامل أو بشكل شبه كامل لكن ما زال هذا التخويف بالموضوع النووي وبدأ يمر للقنوات وبدأوا يتكلموا به بشكل واضح في القنوات الروسية ليهم أكثر باش نروحوا للموضوع الموضوع الجزائري ليهم أكثر ربما باش وأنه اليوم كان فيها كانت اليوم أو أمس في الرئيس المخابرات رئيس المخابرات الأمريكية الـ CIA أشهر مخابرات أمريكية هي الـ CIA لكن عندهم كثير من أجهزات المخابرات والـ CIA هي طبعا التي تقوم بعمليات التجسس وعمليات في الخارج خاصة فالرئيس تحا طبعا الرئيس تحا مش عسكري رئيس تحا مدني مرة مرة نظن مرتين أو جابه رئيس عسكري للـ CIA لكن في الغالب هما رؤساء مدني رئيس تحا هو السفير وليام بيرنز وليام بيرنز هذا السفير معروف يعني يقوله حتى أنه يتقن العربية والروسية وليام بيرنز اللي هو المدير العام للـ CIA فيها حديث نظن للكونغرس أو للإعلام مش منذكر لا تكلم مع الكونغرس أو الإعلام المهم قلنا نشوف لكم مقطع في جايبات وحدة الموقع مهم جدا وهذا أنا كنت كلمت عنه عدة مرات لكن هو اليوم يقوله بصرح العبارة مهم جدا لما طبعا تسمع من بالنسبة للعنوان قال لك أن وليام بيرنز وليام بيرنز كان أيضا سفير في روسيا ويقولون بأنه واحد من أكثر الناس معرفة ببوتين لأنه تلاقاه عدة مرات وأيضا الأمريكيين كانوا دارين البروفايل التاعه جايبين لتفاصيل النفسية والعقلية والدهنية وعلاقاته وشكون عارفين كل شيء وهذا الدور في الحقيقة هذا دور الصفارات اللي بالفعل تقوم بعمل دورها في البلد اللي تكون فيه أنه يكون هناك عندهم خبراء دبلوماسيين في الغالب أنهم خاصة في الدول هذه الدول الدول الدكتاتورية أو الاستبدادية وين شخص اللي ممكن هو يتخذ القرار أو مجموعة أشخاص فيقومون بعملية مثلا الرئيس الصيني عند المخابرات الأمريكية أو الرئيس الروسي أو حتى سيسي أو حتى شنغريحة يديرون لهم بروفايل ويجيبوا تفاصيل تفاصيل اللي عليهم يعرفوا عليهم كل شيء ويبقوا يخدموا عليهم لسنوات أحيانا كل مرة يعمروا لفورم علش لما ويكيليكس في 2009-2010 لما خرجت تلك الملفات على الأمريكيين من ثم فهمنا كنا نعرف جزئيا هذا الكلام لكن طبعا وثائق ويكيليكس كشفتنا كيف تشتغل الإدارة الأمريكية فحتى السفير الأمريكي في الجزائر كان دير كل التفاصيل وكان يجو بعض الجواسيس هناك داخل السفر ويعطلوا معلومات بما فيهم هذا أنيس رحماني وزرجته إلى آخره ومجموعة أخرى لما انكشفت تلك الوثائق في 2010 أعتقد شفنا بعض الأشياء اللي كنا إما نعتقد بوجودها أو ما كناش حتى نعرفها طبعا لتابع المناضيع هذه فالمهم وش يقول العنوار الرئيسي يقول بأن بوتين لا يستطيع راه في عقلية ذهنية الذهن انتاع محطوط مخلق عليه أنه لا يستطيع أن أخسر حرب أوكرانيا قال راه ينطلق من هذا ولذلك قال بأنه سيذهب إلى أقصى الحدود في موضوع أوكرانيا بالنسبة وليام بيرز طبعا ما يقوله وليام بيرز مش قرآن أنا نقول لكم فقط واش تقييم أهم جهاز مخابراتي أمريكي للمعركة هذه واش يقول رئيسها ورئيسها يتكلم بتفاصيل فيقول بأن الرئيس الرئيس بوتين في عقله أنه لا يستطيع بالنسبة له لا يستطيع أن يخسر أوكرانيا إذا خسر أوكرانيا يعني يخسر كل شيء ولذلك يقول بأن الحرب ستستمر لكن في نفس الوقت وليام بيرز هذا مدير السياي يقول بأن يستبعد قضية السلاح نووي أو استخدام روسيا السلاح نووي لكن يقول نحن حقين هذا الأمر تحت تحت ملاحظة ومراقبة شديدة جدا يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليهم لو كان يبدأ هجوم نووي لو كانوا يكونوا قادرين يصدوه أو يوقفوه ويردوا أيضا هما معناها نهاية للعايات المتحدة لأن الهجوم الروسي لو كانوا يكون هجوم نووي سيبدأ حتما بالولايات المتحدة وبريطانيا وبفرنسا لماذا هذة ثلاثة هذون لعندهم سلاح نووي في الدول الغربية هذه القوى النووية طبعا أمريكا هي الأكبر بكثير لكن هناك قوة نووية أخرى لكن هو سيبدأ بهؤلاء فهو يقول بأن محطين طبعا طبعا شوفوا البيجي المخابرات الأمريكية هو ضعف الميزانية ضعف ميزانية الجزائر ككل كل الجزائر ميزانيتها في حدود 40 مليون مليار دولار السي آي آي تقدرات تقول أنها تقترب من 100 مليار دولار الميزانية انتاحة وعندهم عشرات الألاف الخبراء والموظفين والعملاء إلى آخرين فيتحدث بشكل عميق وبعدين يقول لي أيضا النقطة المهمة اللي أثارت انتباهي نقرب الإنجليزية هنا بالسريع لأثارت انتباهي في الموضوع هو على الصين وأنا هذه كنت تكلمت عليها عدة مرات هو قال بأن الصين لحد الآن ما رايش تقدم مساعدات لروسيا وليك حاجة خفيفة جدا وبسر مطلق لكن قال رسميا ما رايش يقدم مساعدات قال هذا فهمه بأن الولايات المتحدة لن تتسامح معهم تحت أي ظرف كان إذا ما قدموا أي مساعدة للروس مساعدات عسكرية أو شبه عسكرية أو قريبة من العسكرية والأمنية حتى في قضايا الاقتصاد أمريكا تضغط بشدة بالشركات الروسية الصينية تخرج من روسيا وبالفعل خرجت شركات عملاقة صينية خرجت من روسيا تخيلوا بذلك الناس اللي كانوا يقولوا بأن روسيا لأن هذه الأوهام هذا أيضا في الموضوع هذا فيه كثير من الأوهام وكاين بعض الناس يبيعوا الأوهام للناس طبعا كاين لأن كاين الناس عندنا وهم محقين يشوفوا بأن سيطرة الغرب وانتهاء روسيا ستكون كارثة لأن الغرب سيطع سيطع يزيد يتضخم من وجهة النظر هذي هما محقين لكن من وجهة النظر الواقعية لا يمكن للغرب كما بوتين لا يمكن له أن يخسر حرب أوكرانيا طبعا الآن تحولت من السيطرة على كييف و يعني نزع النازيين وإقامة حكومة تكون قريبة من موسكو الآن خلاص قالوا الآن دونباس منطقة دونباس وماريوبول حتى أن أهم المعارك الدول بسواريخ في هذا المساء لكن أهم معركة التي سيضر ماريوبول وفي ماريوبول سيضر المعركة في مصنع الحديد مصنع الحديد أهم شيء بالنسبة انتقلوا من فكرة السيطرة على أوكرانيا كلها إلى السيطرة على حوالي 10 إلى 15 بالمئة 12 بالمئة في الشرق والجنوب لكي يربطوا جزيرة القرم مع موقع دونباس اللي يهمنا هنا في تصريح وليوم بيرنز هو أنه على الصين قال وأنا كنت تكلمت فيها عدة مرات قلت الغرب وهو يقاتل بوتين في أوكرانيا والغرب داخل في القتال صحيح لم يرسل رسميا على الأقل لم يرسل قوات خاصة أو جنود أو لكن تدريب والتسليح والمال والمعلومات الأمنية كلها يقدموا فيها أمريكا تقدم في معلومات هائلة للأوكران حتى أن في صحافة أمريكية كاتبوا قالوا من أن الـ 12 جنرال قتلتهم القوات الأوكرانية كانت كلها بمعلومات قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا على هذه الجنرالات وبالفعل الروس فقدوا عدد هائل من الجنرالات وما كانوا أعترفون بمقتل حول 6 جنرالات لكن الغربيين والإعلام الغربي يقول أنه أكثر من 12 جنرال أمريكا خفت لما أصدار هذا الإعلام وبدور الروسي غضبوا بشدة قالوا نحن لا نشاركين في القتال لكن نحن نمدرهم المعلومات والأوكران هما اللي قاموا بقتل الجنرالات هؤلاء لكن اللي يهمنا في موضوع الصين هو أن وليام بيرنس قال الصين تراقب عن كثب تراقب عن قرب وبنوع من القلق وفي نفس الوقت من الحذر ما يجري لأنها راه تشوف والصين مرتبة روحة باش تغزو طايوان اللي هي اسمها الرسمي سين شاع سين الجمهورية الصين طايوان اسمها الرسمي جمهورية الصين قالوا بأن الصين ترى الآن أن غزوها لو كان يتم لطايوان سيكلفها تكاليف هائلة وأن الأداء الأوكراني والتحالف الغربي معه والحلف الأطلسي لذلك توحد بشكل أكبر إلى درجة أن فنلندا وسويتس يريدون الانضمام إلى الحلف الأطلسي الآن قال هذا كله خوف الصين وعطاها إشارة رئيسية بأن الغرب سيتعامل معه مثل ما تعاملوا مع الروس الصين ليست الروس لذلك بالنسبة للغرب يريد أن لا يلجأ وأن لا يدخل في حرب مع الصين لأنها ستكون مكلفة للصين وللغرب تكلفة هائلة الصين هي مصنع العالم بالمناسبة الآن رأي فيها بعض المشاكل تعالكوفيد رأي كثير من السلاع رأي تختفي وترتفي أسعارها خاصة في بلداننا التي تستورد كثير من الصين لكن كل البلدان العالم تستورد من الصين رأي عندهم مشاكل كبيرة لأنهم اعتمدوا زيرو كوفيد وفيه غضب حتى داخل الصينيين اللي في الغالب هو شعب لا يغضب يخاف لكن فيه غضب الآن من قضية هذه الكوفيد زيرو هذه سياسة الكوفيد زيرو فالمهم وليوم بيرنز وكانه فرحان يعني بحيث أن الصين رأي تتعلم في الدرس ورأي تفهم بأن غزوها لطايوان سيكلفها جدا لذلك الغرب لا يستطيع أن يترك بوتين ينهزم طيب ما لديه الإمكانيات في الفوز بوتين لن يسلم في أوكرانيا ويجب له نصر بالمناسبة كان باش ينتصر باش يعلي عن نصر يوم تسعة ماء بعد يومين الاحتفال بالذكرى السبعة وسبعين وراح يكون هناك يبدو احتفال ضخم عسكري ضخم جدا في روسيا باش يوروا قوتهم العسكرية وربما حتى يوروا صواريخ جديدة لكن الشيء اللي أثار في الموضوع التعبير أن الصين قال لهم الصيرة هي تتعلم وتعرف بأننا لن نتأخر في حرب أوكرانيا وأننا سنضعف روسيا كلمة نضعف روسيا استخدمها وزير الدفاع الأمريكي قبله وأننا الآن معركة حاسمة بنسبة الغرب لذلك الغرب لا يستطيع أن يخسر في أوكرانيا لأن خسارته في أوكرانيا لن تبقى فقط أن روسيا تحتل أوكرانيا وربما تحتل ثلاثة أو الأربع دول مجاورة لها على المدى المتوسط والبعيد لا خسارته في أوكرانيا الغرب لو يخسر في أوكرانيا معناها أن الصين ستسيطر على المستوى العالمي ستأخذ طيوان وعندها مشاكل متعددة ما هناك في الفيليبين في البيتنام مع اندونيسيا مع اليابان مع كوريا الجنوبية الصين أيضا عندها مشاكل كبيرة ونتيجة لقوة اقتصادها ستخضع جنوب شرق آسيا عسكريا لذلك بالنسبة للغرب وهم يضربون في الروس في أوكرانيا ويريدون هزيمة نكراء له بل ذهبوا إلى مبدأ إضعاف الروس وإضعاف روسيا تبناه الآن إضعاف روسيا تغيرت مبادئ تعلق الغرب في أوكرانيا من دعم الأوكران لمقاومة الغزو الروسي إلى إضعاف روسيا قالها وزير الدفاع بصراحة ويتكلموا عليها الآن خبراء والسياسيين الغربيين فرص الأمريكيين وأما أهداف روسيا فانتقلت من وضع حكومة صديقة في كييف وأن أوكرانيا تكون تابعة إلى روسيا إلى خفوا جدا إلى فقط منطقة الدومباس منطقة حوالي 10% من أوكرانيا وحتى في هذا 10% رمزالة المعركة المستمر إذن إخواني باش بارك بعض إخواننا اللي راه هم بلك راه عندهم تحت يعني عندهم أمنياتهم وعندهم رغبة أن روسيا لا تنهازم كل المعطايات الاقتصادية والعسكرية الآن بعد 70 يوم من هذه الحرب كلها تقول بأن روسيا لن تنتصر في أوكرانيا وبأن الغرب لن يسمح لها بالانتصار في أوكرانيا لأنه إذا سمح أو إذا حدث الانتصار الروسي في أوكرانيا فالصين ستلهف ربع العالم المجاور لها ثم ستتوجه للإطاح بالولايات المتحدة واختصاد الصين في 2030 سيتساوى مع الاقتصاد الأمريكي سيتساوى كاللي يقول في 2026 سيتساوى بداية من 2030 سيصبح الاقتصاد الروسي أكبر من الاقتصاد الأمريكي لا تنسوا أن عدد الصين صينيين خمس مرات أكبر من أمريكا خمس مرات من عدد الأمريكيين ومرتين ونصف عدد أو على الأقل مرتين عدد كل الغربية أوروبا الغربية كلها وزيد لها معهم أمريكا الشمالية كندا الولايات المتحدة كلهم في حدود 700 مليون أو 750 مليون لهو نصف عدد سكان الصين أي أن الصين عكس الروس ديمغرافيا لديها القدرة على السيطرة على العالم الروس عددهم 142 مليون 142 مليون والبيض الروس يتناقصون والأقليات الأخرى فيها أكثر من 200 أقلية هي لتتزايد حتى أن عند الروس عندهم مشكلة يقولوا في 2050 يصبح عدد غير البيض من الروس أكبر من عدد الروس البيض لأن الروس البيض أعداد الولاد عندهم قليلة جدا وكثيرا وما يتزوجوش بينما الأقليات الأخرى خاصة الأقليات الأسيوية عندهم ما زالت الأسرة في حدود 4-5 أفراد في الأسرة والقضية الديمقراطية في روسيا هي أخطر مشكلة تواجهها روسيا على المدى البعيد ولذلك كان قضية ضم أوكرانيا أوكران همو الروس كما احنا الشعب الجزائري والشعب المغربي نفس الدين نفس الألوان نفس كل شيء نفسه واللغة الروسية مع هذا اللغة عندهم مواللغة أوكرانية لكن اللغة الروسية منتشرة بشكل كبير حتى رئيس أوكرانيا هذا اللغة الأساسية يقوله روسية قبل أوكرانيا فهذا كله بالنسبة للغرب انزل هزيمة ببوتين يعني خاصة أن الصين لا تفكر في غزو جيرانها وخاصة طيوان وأن الصين تفكر عشرة وتتأخر خمسة أو عشر وعشرين سنة لفعل ذلك أنا كنت كلمت هذا الموضوع عدة مرات فيما مضى يبدو أنه الأمريكيين وكان الأمريكيين كانوا طرحوا هذه الأمور لكن هاو رئيس CIA هذا يقولها بكل وضوحه بكل صراح توقف هنا في الموضوع الأوكراني برغم أن فيه مازال قضايا أختاخر لكن لماذا توقف هنا قبل فقط من نخرج من الموضوع الأوكراني هاو كتاب نقرأ فيه هذه الأيام شريتو بالفرنسية هو صادر في الأصل باللغة الأولى تعالي إنجليزية وشنو هذا الكتاب هذا الكتاب اصدار في مارس أصدار في أفريل ويتحدث عن النوفي المناص في نوتر مون في بارلاسية أناليز في الشفر في ريسي إكران يوروب دي لاست أي أخر ريسك دي كونفلي الشيء الجميل هنا هذا الكتاب مخرجاته السيايا طبعا هنا النسخة الفرنسية فيه زوج صحفيين فرنسيس هما الذين دارون الإضافات وبعض الإضافات وبعض الشروح إلى آخره لكن هو الكتاب في الإنجليزية وكان بمجرد والكتاب في العمق ويتكلم على الصين تكلم على المخاطر ما هي الدول ما هي المخاطر الصين روسيا إيران كوريا الشمالية وقضايا أخرى جايبينها مهم فيه وهذا الشيء اللي مثلا مقارنة مع الصين ولا مع الروس ولا مع الغرب تقريبا المعلومات في حدد قليل اللي هو سري معلومات أساسا في الأصل وأساسا مفتوحة ولذلك هنا فيه ويليام بيرنس هذا اللي كنت أمام الكونغرس واش يقول على روسيا واش يقول على الصين واش يقول على إيران كيف نحتوي من هم أعداءنا كيف نواجههم كيف نحتويهم بكل صراحة ولذلك كتب مثل هذه إنسان يقدر يتعلم منها لأنه يسمع من صناع القرار صانعين القرار أيضا مش فقط أكاديميين أو منظرين أو كتاب لكن أيضا من صناع القرار كنت أتكلم على موضوع الغاز وموضوع نيجيريا والمغرب والغاز والخلوطة اللي رايس سايرة إلى آخر لكن هذا موضوع يحتاج على الأقل ربع ساعة فنخلوه ربعنا للايب القادم إن شاء الله لكن نمشو للم الشمل كما سماوها وهذا الخطاب الكاذب متاع الجماع في لم الشمل تصل بي أحد الأفاضل قال لي رامي قال لي رامي تكلموا معي تقلقوا تكلموا مع زوج إخواننا من جزائر من اللي دخلوا في موضوع هذا للم الشمل هما قدماء الفيس وقال لي أراهم يقولوا بأنهم لم يوقعوا على أي وثيقة لم يوقعوا على أي وثيقة لأننا كنت المرة الماضية قدمت وثيقة جاتني من أحد إخواننا اللي أثق فيه ثقة كاملة وعرف أن الوثيقة صحيحة وهي هذه الوثيقة تقول كنت وردتها لكم في وقتها هنشوفي لأرى عندي هنا أعود نوريها لكم لأنه أصرع لها شوية كما يقول لك لغط هاي الوثيقة موجودة نعم موجودة لكن ما هيش بالشكل اللي لازم نخرجها فيه اللي هو تصريح شرف تصريح شرفي نحن حاول إن شاء الله نتبه كبيرا فقط لما نأخذو لها الصورة أنا كنت بعثتها للمساعد يليتي لراهي لراهي عنده يبعثها لي ولا خلي نشوفها من مكان آخر بسرعة هاي نعم هي موجودة عندي في مكان آخر هاي الوثيقة هاي الوثيقة الوثيقة صحيحة وموجودة وكايل اللي وقوها لكن على الأقل أخونا هذا اللي يكلمني أعتقد أنه قال لي اثنين مش عارف قال لي اثنين أو ثلاثة من اللي يتكلم معهم قالوا لهم موقع نهاش وهما أكس فيس ممكن لماذا؟ ممكن لسببين السبب الأول أنه ربما قالوا لهم من وقعوا لكم ولا شيء ولا من دخلوش فالعصابة دارت مار شريار وقالهم أوكي الدخلوا بلا ما توقعوا أو لما سمعوا الآن في حديث وأصبح فيه لغة تكلمت عليها أنا ربما تكلموا لها أخوان آخرين أصبحت تباني وكأنها فضيحة فربما قالوا لهم من وقعوش من وقعوش وحسنا فعلوا ونحييهم من هنا اللي رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة لكن الوثيقة هناك من وقع عليها واتقل بالتوقيع أكيد يعني ما فيش حديث آخر يعني فهي موجودة وستتبين مع الأيام يعني لكن اللي رفض باش يدخل كاي اللي رفضوا ما دخلوش قالوا من وقعوش الوثيقة وما ندخلوش وكاي اللي دخلوا يبدو أنهم أصروا وانا ما يوقعوش الوثيقة فشيء جميل يعني حتى الشيخ عليب الحاج اللي ما اعتقدش أنه أي واحد من أخواننا في الفيسي يشكك في موضوع يتكلم يقول لك رفضوا فيه وثيقة لكن خلينا نشوفوا الموقف تعاليب الحاج في هذا الموضوع مهم جدا لقيتوا أنه دار وصلني اليوم مقطع تدخل نتاعه في الحقيقة فيه ساعتين والزايد لكن خلونا نبدأ ب اسمعوا اسمعوا الشخصيات سياسية وفورية وتاريخية ووطنية ومن 22 قبل أن يتوفوا رحمهم الله وكان شخصيات حزبية عندها مبادرات بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وشخصيات وازنة لو كان ينجيبوا كل المبادرات انتحها من 92 تبانى الأمور أين هي المبادرات ممكن يأتي يوم الأيام يقيض الله عز وجل الشحب مهم جدا نشحقه الآن المبادرات يجمحها لا يعطي رأيه فيها قال في التاريخ الفلاني كانت المبادر الفلاني ثم بعد ذلك نترك هذه المجموعات من المبادرات نتركها للمؤرخين والسياسيين والأجيال حتى يعرفوا من الذي جاء بالمبادر الفلاني لأننا شفنا المبادرات بتاع النظام كلها كذبة خادحة ناكرة حتى الناس اللي جابوه من الخارج ولعبوا عليهم لما دخلوا لنا ندموا ندموا قالت لما جاءونا لخارج فرسولنا لحرية وقالنا رواحوا البلاد بلادكم وتتحركوا وكذا ومنا من بعدها ما مرش عليهم صار صارين وعدوا يهدوه قال لك اسمع احنا جبناك صح ما كنشعر بلي عندك قضية في المتابع السيدة داك واللي يقول احنا جبناك وددنا المستحيل وقمنا بينكم واجزاء وعملنا لكم وانتم ما سمعتوننا واخديتوا رأينا بصح العدالة وهم نروحوا من جهة الأخرى يحلقوا العدالة بشيططط كما تكلم موانوا واغلب الناس اللي دخلوا للداخل ونحاول هم المتابعات اغلبهم والله ومساكن ندموا عن هار اللي دخلوا فيهم اللي قريبها فيهم اللي ضاقت فيه الارض بمراح فيهم اللي عود هرب فيهم اللي يعني هذا هلاش والسؤال المتروح شكلنا رأينا نروحوا من خارج أنا في الداخل نحن على ما حقنا نرجعوله الآن لكن هنا بلق باش نوضح السياق هو هنا يتكلم عن الناس اللي بدأوا يدخلوه من 99 99 جاءوا الوئام ما الوئام دخلوا بعض الناس خاصة حكاً وحبين يدخلوا شوية متاع الفيس اللي في الخارج دخلوا وبعدين في الالفين وخمسة الفين وستة جابوا ما يسمى بالمصالحة زادوا دخلوا بما فيهم أنا ذاك ربح كبير وإلى آخره هو ريحكي على هذل الناس اللي هو يعرفهم وزاروف الدار وتلقاوه وكان كان مازال مش ممنوع كان مازال يروح للمساجد ويتلقاهم والله يروح لهم الديار إلى آخر يحكي على حقاق قلكين اللي منهم هبلوا لأنهم من شهادة من عند رجل يتفق الناس حتى خصوم وأنه لا يكذب حتى خصوم يقول لك على الحاج ما يكذبش راه يقولنا وكانوا يجوه لأنهم على أساس محسوبين على الفيس وكمان قلت ما هذون اللي دخلوا كانوا دخلوا في 99 اللي في 2005 اللي في 2011 إلى آخره إذن هذه شهادة على الحاج من الدخل خلينا نسمعوا واش يقول هنا مقطع فيما يتعلق رد رد منطقي جدا اسمعوا واش يقول وليت نحويل لحقنا بذرع مو بالحجة ولا بالقانون ولا بالشرع ولا بالأخلاق لأنكم أنتم لا خلاق لكم ولا ذمة لكم ولا همة لكم تتعداو على الناس وتحويل لحقهم لاي حق نحويل لحقهم لاي حق اللي في الداخل ما تتونج حقوق أحزاب سياسية ما تسنجمش تجتمع في مقاراتها أحزاب أخرى تخاف تفتح مقاراتها أحزاب سياسية تخاف من المخابرات أكثر من رئيس الجمهورية لأن المخابرات عندها الوسائل اللي ترك رئيس الجمهورية ما عندوش خطرة هو أيضا محطوط وينجم و يركعوه وينجم و يدخلوه للعدل أنا الروح نمشي في خط كما هذا أنا مخفل مهبول أنا ساعدت لهذا الدرجة ما هو سؤال المطروح يا خاوتي يا خاف سأتل يرام في الخارج حلالي تدخل أنه من تبر الدوعة سألي في الخارج نقول لك أي شيء يجيبوكم وش كل يتصل بكم السفير القنصل لا أبدا تصل بكم مخابرات بالضبط تصل بمخابرات ما هو لا السفير لا القنصل لا وال يعني حكم نعودونا نرجعولي في المقطع يعني حكم مخابرات إرهابية مباشرة واليوم يتصل مخابرات ويقول لك إذا لم أعجبك هذا إذا لم أعجبك مشعب فلان يجبوك فلان إلى آخر مخابرات مش حتى قال السفير قال والله يأعطوها للسفراء اللي في البلدان يتصلوا بالناس وقال يا أولدي هيا نحلو المشعك لا لا المخابرات بلدت المخابرات مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات وهو أنا يقول لك هل أنا في الداخل علاش سرح يجيبولي فلان أنا في الداخل أنا في الداخل علهم هاي أحزاب ممنوع هاي أحزاب مهددة كين حزب حلو حزب يهدو بيحلو الامدياس تاع فتح غراس الحزب تاع واحد أخر حلو حزاب وحدة أخرى دار عليهم الضغوطات إلى آخر هاي الأحزاب أحزاب رسمية ومضغطين عليهم ضغوطات شديدة وهو فتح غراس مثلا رئيس حزب ونسق تعلام دياس كان في السجن ومازارهم يهدو فيه بيتخالوا للسجن كريم طابو سجنوه ومازارهم يهدو فيه بيتخالوا للسجن عليه بالحاج أكثر من ذلك اسمه وش يقول اسمه وش يقول هنا في مقطع يعني اتفاجأت أنا حتى وانا نسمع فيه اتفاجأت ما كنت تنظنها إلى ذلك الحد تعرفوا كم جمعة ما صلاش يعني بالحاج فوجئت يقول أكثر من ثلثميات جمعة أكثر من ثلثميات جمعة ما صلاش هنشوفها في مكان آخر اسمع وش يقول هنا أبدأ من دقيقة السادسة عندي هنا أو هنالك مبادرة هذه مبادرة للم الشمل كما يقولون فالواقع فالواقع شيء والكلام المعسول الذي يخادعون به ويمكرون به شيء ثالث وهذا وهذا شيء ليس ضرك يحكي إلى نفسه نعم ضرك يحكي إلى رخ فقد خبرنا هذا النظام طويلا كلام الليل يمحوه النهار كما يقول الشاعر لا عهد لهم ولا وعد لهم ولا أخلاق لهم ولذلك أيها الإخوة الكرام كان الواجب أن يترك كل إنسان بما فيهم العبد الرعيف إلى الله عز وجل يمارس حقوق التنقل والتعبد والإدلال بالأراء السياسية ولكن كل هذا لم يكن ولقد بلغنا الآن عدد الجمعات ثلاثمائة وأربعين جمعة ونحن ممنوعون من أن نذهب إلى بنيوت الله في تبارك وتعالى لأنه أد واجبا الشرعي بالقوة بالحيف بالقهر حد الآن إحدى عشر عيدا من أعياد المسلمين نمنع من حضور الأعياد ونعنف ونعنف ونشحل ويستخدم معنا القوة وأنا وأنا لا أعترف يقول لي صراحة عندما يقدم إلي استدعاء لا مشادة ولا معاركة لكن عندما تسير البلاد من طرف الأجهزة الأمنية عن طريق الهاتف وعن طريق الجهات الخفية التي لا تكسب عن وجهها فلا يمكن لي ماذا 340 جمعة ما صلهاش 340 جمعة وكيش قانون ما فيش قانون يمنع في قرارات فوقية وقرارات فوقية بدأت من أيام من 2015 340 جمعة معنا أكثر من 6 سنوات وقال لك 11 عيد 11 عيد ما صلهاش في الجامعة ما يخليه يروح الجنازة ما يخليه يروح للعرس ما يخليه يروح للجامعة لا يصلي العيد للجمعة لأي مسجد أي صلاة بدون قانون ما موش حتى قال صدر قرار قضائي منه وما كانش قرار قضائي بالتليفون تم هذا بدأ من أيام ويحي في 2015 وانتصى في 2015 أو نهاية 2015 وانتصى وره يروحي راه في الحبس وظهر أنه كان يبيع ذاك الوقت الذهب اللي يشده على الإماراتيين خلاف الأمور الأخرى سلال جان بعده سلال راه في الحبس وبقى القرار كالهامل كالغاية صالح مات الغاية صالح الهامل راه في الحبس ساعد راه في الحبس وما زال القرار system done حتى لما تبدلت الوجوه وتغيرت وسقطت أجنيحة وفازت أجنيحة وعيز أن نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون مع ذلك بقى هذا الشيخ عمره الآن 66 سنة وفي مقطع يقول لك لو كان سمعت للطبيب حتى هذا الكلام ما ندخلش مريض بمجرد ما يخرج هو كل جمعة يحاول يخرج يصلي يضربوه مرات سلوا الدم يرموه هو ضعيف وجاي بيلو هكذا ديقاباري كخشان يرموه كما يترمى الطفل الصغير في على الأرض شحال المرات كسروا الواضر نتاعوا شحال المرات تضرب في الوجه شحال المرات تضرب في البطن وبالسب وبالتطياح وبالشتم مع أنهم سجنون 12 سنة من قبل من 91 إلى 2003 في الثمانينات سجنون 14 في 2006 سجنون 17 تدخل في تليفوزيون برق مع الجزيرة ابن شهيد يتغنىهم بشهداش شهداش ابن شهيد ظلم عظيم طيب أنت اللي رك في الخارج صحيح فيه ناس اللي اشتاقت لأهلها وكلنا نشتاقوا وفيه ناس لكن ما تعطيهم مش فرصة خاصة الجماعة الفيس أقل شي يقول لهم شرط قل لهم جماعة تسعينات راه هم اللي حكمتوا عمروا 30 سنة راه عمروا 60 سنة حكمتوا الشاب راشيخ راه هم كثير منهم حتى اللي فقدوا عقلهم كثير منهم اللي ماتوا داخل السجون 30 سنة على الأقل دروا لهم هذا الشرط قل لهم تلقوا 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 الحركيين وخلوا الشيخ علي بالحاج خلواه يصلي كما قال الشعب علاش تخليه يدير بيك سيرك توحشت البلاد شوف وازن دركتولي قضية هي ما مصلحة شخصية أنا لا ألوم مرة أخرى أقول لا ألوم لكن يقول لي إخواني هؤلاء فكروا مليح ما تعطوهمش فرصة حتى لو ما دالكمش التوقيع بعد ما ضغطنا الآن ربما نحوا التوقيع أو بعض الناس حتى لما قالوا قالوا هم ندخلوه وبدون التوقيع لي فيه إهانة ذلك نعود نقرأ لكم متاع التوقيع هؤالي بالحاج لهو زعيم الفيس وانهنا نتكلم مع جمعة الفيس القدماء طيب قولوا لهم ما ندخلوش إلى إذا بعد خلوا الرجل يصلي وخلوا أولاده يشتغلوا أولاده ممنوعين من الشغل وش علاش وش ذنب أولاده ظلم عظيم إذا يلموا الشمل يلموا الشمل الجزائريين اللي رموا في المساجين في الحراك ولا في التسعينات ولا اللي رموا تحت الإقامات الجبرية هذا أولم الشمل مازال يتلاعبوا يخادعوا يمكروا إلى آخره مازال هذا أخوان اللي رمضار كما أهم قالوا دخلوا ثلاثة أو أربعة وباليك مازال يزيدوا راح ندروا بكم فيلم راح ندروا بكم دحدوح حتى وانتم ترفضوا وما تقبلوش وما بعد يقول لك لا نجو نصوروا معك ومرات ممكن يجيبوك المكتب ورام يهدروا معاك ورام يصوروا فيك كنت أهلا بلكش لماذا لماذا تعطيهم هذه الفرصة اللهم إلا إذا كان واحد قالوا لي على واحد قالوا لي مريض بالسرطان وممكن تخل بلك بش يموت في البلاد خلاص هذا تقدر تلقال وعذر وانا الآخرين ما تدخلوش بشروط العصابات هم اللي المفروض يعتذروا للشعب الجزائري وانتم من جزء من الشعب هم اللي قاموا الجرائم هم اللي قتلوا الناس هم اللي دروا الانقلاب هم اللي هلكوا البلاد هلكوا البلاد ما خلو فيها ولا شي كليتوا البلاد يا سراقين إذن حتى لما لو افترضنا أنهم نحوا الآن بعد الضغوطات نحوا هذه الوثيقة فدروا لهم على الأقل شروط صغيرة شيء بسيط فقط قال أتلقوا اللي تعد سعينات أتلقوا الحراكيين أرفعوا الإقامات الجبرية اللي لكم دارينها عن طريق القضاء أو اللي بدون قضاء كما علي بالحاج وأسرته إلى آخر هذا مش لمشمل هذه العصابة وبالمناسبة رأكم بلاكم لحظتوا رأوا كين شيء مشابه في مصر وشيء مشابه في سوريا عند بشار الأسد بشار الضباع كما يسمونه البعض وعلى السيسي هذا المجرم اللي اقتل الناس بالآلاف في وضح النهار غرقوا مصر يتغرق الآن فيها أكثر من أربعمائة مليار دولار ديول فأربعم يتكلموا على حوار ولم الشمل إلى آخره يبدو أن جهة خارجية تحرك في هذا المجموعات أعطات لهم نفس لكن حتى لو افترضنا تحركوا من عندهم وهذا مستغرب ومستبعد منهم هذا فقط لتثبيت نفسهم ولأنهم خايفين من تأثيرات ومعطيات الحرب في أوكرانيا ومن سذاجتهم وفشلهم أن أسلاح نشروه من عند بلد واحد هو روسيا 85% من سلاح الجزائري أرهم عارفين بأن المعطيات ستتغير والأمور ستتجه نحو الأسوأ على المستوى الدولي بالنسبة لهم وعلى المستوى الداخلي كل شيرة في الأحمر كل شيرة في السوق وهنا جايين للصيف وانقطع المياه وانقطع الكهرباء وخروج الناس في الشوارع وهنا جايين للحرق وست رح نعاودوا للحرق ربما هذا العام ما يحرقوش كما حرقوا منطقة القبائل العام اللي فات جبر مهنة قال لهم نحرق لكم منطقة القبائل باش نديرهم الصدمة ونصمو الشعب الجزائري ككل لكن سترون ستحدث حرق وما يطفوهاش وما عندهمش طائرات ولجبوا طائرتين ولا ثلاثة اللي ما تمشيش ويتكرر المكرر والسؤال لماذا نكرر المكرر ونجرب المجرب لماذا يعني إخواننا اللي راهم عايشين خاصة الناس اللي راي في دول أوروبية والأمريكية يمنعك واحد على الصلاة يمنعك واحد على أنك تحوس يمنعك لا شيء ناس أحرار ما لازمش تمدوا فرصة لهذا المافيا باش تخدم بيكم وراهم عاولين باش يعلنوا على أساس في خمسة جويلية والذكرى الستين وقال لك يبقوا غير هذوك المتطرفين يعني الثبتين والصادقين في المعركة قال لك لازم نعزلوهم أنتم الذين ستعزلون الشعب سيعزلكم أما احنا بالنسبة إلينا فنحن وسنستمر وأنا نتحدث على نفسي وأنا عارف أيضا ممكن نتحدث على كثير من الأحرار خاصة في حركة رشاد ولكن أيضا خارج حركة رشاد والله هؤلاء مستعدين أن تقطع رؤوسهم وما يسلموا لكمش والله لو ذبحتم أبنائي أمامي والله ما تأخرت عن قول الحق من هذا اللي تخضعوا للحق وتسمعوا للشعب خلاص خلاص خاوة خاوة خلاص احنا خاوة لكن مدامكم تستعمروا الشعب الجزائري ترهبوه تظلموه تعطلوه تفقروه والله لن نسكت راكم جربتم معايا إخراجكم لمزيد من الذباب والأذناب والمرتزقة واللي راكم تعطون في الوعود والله لن يزيدني إلا شراسة وثبات وصمود والله لو كان كابوس على رأسي وما زل عندي ثانية غير راح نقول لكم دولة العدل والحق والقانون أرف دو يديكم على الشعب الجزائري توقفوا عن استعماره توقفوا عن بهدلة البلاد نحن لا نستسلم أبدا وأنتم عارفين هذا ننتصر أو ننتصر أو نموت وحتى حين نموت ستبقى كلماتنا ترعبكم عندما يموت الأحرار ستكون كلماتهم أكثر تأثير وأقوى تأثير وأشد تأثير لأنهم ماتوا على المبادئ التي آمنوا بها أعرضت علي كل شيء ورفضت تعتقدون أنها قضية قضية مال أو مناصب أو خوفتوني بكل شيء والله ما تحرك لي رمش فأنا لست من الذين يخافون إن رأس الحكمة هي ما خافت الله وإذا خفت الله فوالله ما تخاف بشر تحت أي ظرف إمكان تخرجوا الذباب تخرجوا المتخنيثين تخرجوا اللي تلعبوا بهم تخرجوا قاعد الأصناف يسبوا والله ما يزيدوننا إلا شراسة وثابات وصمود دولة مدنية مش عسكرية عودوا إلى ثكاناتكم الشعبي يقول جينيرو ألابوبا نحن نقول لكم أوكازيرن عودوا إلى ثكاناتكم أرفعوا يديكم على هذا الشعب لأنه سينتصر بإذن الله وسننتصر إنما القضية في علم الله ثم في نشاط وعمل أحرار والناس رهي جاية والحركة رهراجة شئتم عما بيتم لكن ربما هذه المرة بطرق لم تدع تعهدها هيا الله الحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله